تقول بأنها كانت حامل وقالت إن كان ولدا سأسميه باسم النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله جاءني ولد وسميت محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقول الآن حامل وحاب أسمي أحمد إن جاء ولد يجوز يا أم مريم أو أمريم من السعودية بارك الله فيك الجواب نعم يجوز يجوز لك أن تسمي محمد وأحمد ومحمود مثلا وحامد كل هذا جائز يعني إذا كان عندك أولاد الأول محمد والثاني أحمد يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح له أسماء ومن ضمنه أحمد لكن بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم أما نحن فيجوز أن نسمي أولادنا محمد وأحمد ومحمود وحامد مثلا وحميد وهكذا بارك الله فيك